موسيقى شكرا ليا زميل أحمد شرار لموجز الأخبار خلينا نتوقف إن شاء الله وقفة أخرى صحية في فقرة نقاش صحي ونتشارك معكم بعض المعلومات المفيدة والنافعة بما يخص التغذية الصحية في فصل الشتاء بفصل الشتاء عادة ما نجوع يمكن زيادة يعني لربما هناك فد أمور تحصل في الجسم تسبب هذا الأمر لكن في كثير من الأحيان أيضا ننسى أن نشرب المياه لكون درجات الحرارة منخفضة عادة بالصيف نحتاج رسامنا إلى شرب الماء لكن الكثير من البحوث تقول أنه أسباب توقف الكلا والجلطات أو لزوجة الدم يسببها قلة شرب الماء في فصل الشتاء وقد يتسبب في الكثير من حالات الوفيات لا سماح الله رح نعرف الكثير حول هذا الموضوع ومعلومات صحية أخرى مع الدكتورة ملاك الشيخ علي أخصائية التغذية التي سترافقنا بحلقة هذا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله أستاذتنا الفاضلة يسعد صباحكم وعليكم السلام أهلا ومرحبا بكم إذن نناقش معكم دكتورة اليوم موضوع فصل الشتاء ويقال أنه دائما في فصل الشتاء ما يرافقه ضعف المناعة ما هو السبب في ضعف المناعة في هذا الفصل بالتحديد؟ تفضلوا نعم مثل ما بنعرف بفصل الشتاء درجة الحرارة المنخفضة بتتخفض المناعة خاصة بمنطقة الأنف لأنه لما يفوت الهواء البارد على منطقة الأنف أو بعيدهم الممرات الهوائية هذا الشيء بيعمل جفاف لهذه المنطقة وبالتالي بيصير الجسام عنده أقل قدرة على محاربة الأمراض تحت الدان الفيروسات الإنفلونزا الكوفيد الكورونا يعني وغيرها بالإضافة أنه بحد ذاته فصل الشتاء هذا التقسي البارد والجاف يكون أكثر بيخلي انتشاراً للفيروس بقلب الجو فهي دولة مع بعض بتخلي الجسم يكون عنده عرضة أكثر لهذه المشاكل الصحية ولا ضعف المناعة بشكل عام يعني هي تحديداً من منطقة الأنف لما الواحد يأخذ الفيروس نعم طيب ملاك أسعد الله صباحك وأريد أعرف من حضرتك الأغذية اليوم اللي تساعد على تقوية المناعة وكذلك تجعل الجسم يشعر بالدفئ بما تعرفين يعني فصل الشتاء فصل بارد وكثير يعني مننا وأغلبنا يحتاج إلى الدفئ فما هذه الأغذية اللي نفس الوقت تشعر تخلي الجسم يشعر بالدفئ وكذلك تقوي مناعة الجسم نعم بداية مثل ما منعرف الفيتامين الأساسي لتقوية المناعة هو الفيتامين سي وهذا الشيء منعرفه خاصة بعد مشكلة الكورونا وبتلاقيك الأشخاص بلاشوا ياخدوا الفيتامين سي والزينك يعني هيدول أهم فيتامينات الواحد لازم ياخدون هلأ أول منلاقيهم منلاقيهم بالحمضيات أكتر شي يعني بالليمون بالجريفروت منلاقيهم حتى بالتوت التوت البرى بالفراولة الكيوي جداً غنية بالفيتامين سي وغيره حتى الطماطم كمان غنية بالفيتامين سي هذا بداية كفيتامين سي الزينك مثلاً منلاقيه أكتر شي بالمكسرات منلاقيه بالأمحة الكاملة بالبزور المادة الزينك لازم ناخد كمان بروتين لازم ناخد حديد كمان هيدولي كمان بجداً بأول جهاز المناعة اللي موجودة باللحوم بالسمك بالمكسرات كمان منلاقيه بروتين بالبقوليات كمان جداً مهم الحساء أو الشربة عادي مفيدة جداً لأنه منه بتدفي الجسم بتعطي هيدا الدفئ اللي نحن بحشته بفصل الشطاء وبذات الوقت ما نكون عم ناخد نحن الفيتامينات الأساسية خاصة إذا ما نحكي عن الشربة الخضار اللي هي الأساسية اللي بقلبها الفيتامين سي ومتنوعة وأيضاً إذا ما ناخد عن العدس اللي هي شربة العدس كمان جداً قوي وبتأوي المناعة هيدولي عادة كل شيء الفيتامينات حتى كمان في شغل العسل بتلاقوا الأدوية خاصة للأطفال مصنوعة من العسل لأن العسل جداً مفيد ومهم وبقوي مناعة الإنسان يعني فعلياً منلاقي عن جد يعني تغذية كتير كبيرة بتأوي المناعة فدائما نحن نعتمد خلينا على الغذاء الصحي هو اللي بقوي مناعة الإنسان إن كان بفصل الشطاء ولا غير بفصل الشطاء نعم أحسنتم طيب حتى نضمن التغذية السليمة في فصل الشطاء النصائح اللي توصيهم بها جميع المشاهدين كل من يسمعنا نعم نحن مش بس لازم نحن نعتمد على الأغذية الصحية لازم كمان نضلنا محافظين على ترتيب الجسم يعني مثل ما حضرتكم تفضلت وقلتوا أنه بفصل الشطاء الواحد يمكن ما بياخد سوائل ما بيشرب ماء فنحن كمال هاكي لازم كتير ننتبه أنه يضلوا جسم رتب لأنه السوائل هي كمان بتعطي مناع على الجسم فينا مش بس بالماء يعني ما دايماً الماء هو نعتمده لأنه ممكن الواحد باردي بتضل الماء فعشانك الواحد ما بيحب كتير يشرب ماء خلينا نعتمد على السوائل الدافية مثل خاصة مثل أعطيكم مثل الزنجبيل جداً مشروب الزنجبيل بأول مناعة وبذات الوقت بيدف الجسم فينا حتى عشب جديدي اللي اسمها الماتشا كمان بقلبها المضادات الأكسدي كمان اللي بتأول مناعة الحليب إذا فينا نعتمد للحليب فقط العشبة يا حب ذاتي ذكريها مرة أخرى الماتشا اسمها ماتشا يعني هاي العشبة هي اسمها متداول في جميع البلدان العربية أم هي غير اسم يعني تسميها نعم لا هي اسمها ماتشا فعلي هكي على جديد صرت متداولة مش بس هي بتأول مناعة كمان بتضاعف وبتعد على الضعف كمان موجودة يعني اللي هي الماتة المتعارف عليها لا مش ماتة اسمها ماتشا ماتشا نعم ماتشا نعم تجي لونة أخضر مش مثل الماتة ماتة كمان جدا على فكرة مفيدة وبتأول مناعة كمان الماتة والحليب حتى إذا ما نشرب الحليب الكاكاو مثلا يكون مدعم بالفيتامين دي لأنه الفيتامين دي كمان بأول مناعة هايدي بشكل عام عن السوائل كمان لازم نعتمد نخفف الاسترس لأنه استرس بيضاعف المناعة وهيدي كمان نحن ترحله النفسية كمان كيف بتلعب دوت صحيح فكمان نحن بفصل الشتاء بحاجة تكون مناعتنا قوية خلينا نخفف شوي الاسترس النوم الكافي كمان خلينا ننام ثمان ساعات كافيين كمان هايدي من ضمن الإشياء اللي بتأول مناعة حتى ممارسة الرياضة وضلوا ونحن عندنا هايدي اللياقة البدنية كمان بتساعد على تقوية المناعة كما بتعرفوا كمان بالشتاء الواحد ما له خلق يقوم يعمل الرياضة فلا خلينا كمان نضلنا بهايدي اللياقة البدنية كرمالا قوي مناعتنا نحسن أحسنت يا الله يبارك بيتش يعني اليوم هو كثير حضرت تسلطتي الضوء عليها لتقوية المناعة سواء بيئة التغذية السليمة أو أيضا من خلال شرب السوائل اللي بيها فوائد للجسم وأيضا هاي ملاك يعني أردس لي السؤال نستطيع هذا الشيء أيضا نعززه من خلال أخذ المكملات الغذائية يعني اتي اليوم نوهتي على فيتامين سيوزينك واحنا المتعارفة هناك أقراس فوارة اللي هي تحتوي على فيتامين سيوزينك يعني هاي ما بيها ضرر إذا اليوم أنا أخذ في فصل الشتاء لتقوية المناعة لا طبعا ما فينا نحنا ناخدهن بس أنا بس حبي في شغلي أنه الفيتامين سيلي هو الكرس اللي بقلبه ألف تقريبا ألف ميلي جرام من الفيتامين سي كبية عصير الليمون بتعود هيدا الشيء يعني نحنا خلينا كمان نعتمد أكتر على الشيء الطبيعي يعني أنا أفضل أكتر بس مش غلط أنه نحنا ناخد إن كان الأقراس الفوار أو الزينك إذا في حال الشخص ما بتغذية يعني بتغذية اللي عنده مرنة سليمة فما في مشكلة إذا أخذ مكملات غذائية كلها بتساعد وبتأوي الجسم أكتر وأكتر أحسنتي إذن أخذ صعيات التغذية ملاك الشيخ علي من لبنان العزيزة شكرا جزيلا لانضمامت معنا في حلقة هذا اليوم والله يبارك فيك شكرا لكم يا عافية الله يبارك فيك إذن أمور كثيرة اليوم نوهت عليها ملاك وأهم هاي الأمور هو استرائيس مقللة الضغوط النفسية اللي حقيقة مو الجميع يستطيع أن يسيطر على أعصابه وعلى تفكيره لكن أحنا نقول أهم شيء الصحة ثم الصحة ثم الصحة اللي هي تاج على رؤوسنا ومن نشعر بهذه النعمة الفضيلة إلا عندما نفقدها يعني كما قال الإمام علي عليه السلام نعمتان منسيتان الصحة والأمان فأحنا خلي نبتعد عن كل شيء مثلا يقلقنا أو يتعب تفكيرنا هو يعني صراحة ما نقدر لكن قدر الإمكان نقلل هو قدر الإمكان نقلل أول شيء بالتوجه إلى رب العباد وأكيد بالدعاء والتوسل من أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ومن خلال قراءة القرآن الكريم شوية رح يصفى بالنا ورح نحلي تركيزنا فقط على الأمور الإيجابية شكرا